قبل ما ندخل طبعاً أهل البينامتز هي فقرتنا أو حلقتنا النهاردة بشكل رئيسي لكن الحقيقة ما تدرش أبعد عن اليورو وخصوصاً إن احنا معربين من الفاينل امبارح طبعاً الناس كلها استمتعت هكذا يجب أن تكون كرة القادر امبارح مطش فرنسا وأسبانيا زي ما قلت لكم صدق التوقعات طبعاً احنا قلنا هنا وراهنا على أسبانيا رغم إنه فرنسا أي حد يقارن بين سكواد الفرقتين قبل البطولة وقبل المباراة يقول طبعاً أن فرنسا هي الأقرب بتكلم على تشكيل تقريباً كل نجوم أنا بتكلم على منتخب ديوك بتكلم على منتخب فرنسا بتكلم على تشكيلها هي الأقوى على مستوى الأسماء هي الأغلى من ناحية القيمة التسويقية هي اللي بتضم أسماء كبيرة جداً هما نجوم العشر سنين الأخيرة بين أول كيليان مبابي مورور رنباء رابيو عثمان ديمبلي جريزمن حتى الصعادين باركولا نجولو كانتي ثيو هرناندز يعني أنت بتكلم على منتخب نجوم العالم ومع ذلك ما نجح فيه شباب الأسبان مبارح المتادور الأسباني درس كبير جداً ومن الدرس ده إحنا استوحينا فكرة النهاردة هنقشها مع حضراتكم وحضر نفسك كده بالورا والقلم عشاء الكرة الإيطالية يذكروا معنا ويستحضروا الزاكرة والتاريخ كده إيه الفرق بين تجربة إسبانيا اللي حققت أول لقب لها في بطولة كاس العالم من 14 سنة بداية ظهورها العالمي مع جيل تشابي وإنياستا وديفت بيا وكارلس بيول وبيكي وبسكتس وغيرهم من النجوم أول كاس عالم جابته إسبانيا في تاريخها 14 سنة فاتت إزاي استطعت إسبانيا بجيل من الشباب المغمور لا تقولي بقى يا لامين يا مال نجم القادم ولا تقولي يا نيكو ويليام زي أنا عرفه قبل البطولة ما تبدأ ولا حتى لويز دي لفوينتي إنت لو سألت يعني لو سألت عشرة تعرفهم حوالين منك كده بيتفرجوا على كرة اسمه مدرب إسبانيا إيه؟ ما حدش يعرف لو واحد أو اتنين عرفوا بالكتير يبقى كتر خير الدنيا لكن إزاي قدرت إسبانيا؟ المقارنة اللي إحنا نعملها لأول عشان أوضح لكم الفكرة بين إيطاليا وبين إسبانيا إيطاليا اللي كانت قوة عظمة إيطاليا حامل لقب كاس العالم مرة واثنين وثلاثة إيطاليا اللي قدمت للعالم كله أبرز وأهم من جوم كرة القدم على مدار التاريخ كله وبإيه الفرق بين تجربة إسبانيا؟ وإزاي إسبانيا بالمجموعة دي من الشباب؟ إزاي إسبانيا؟ خد بالك إتب تتكلم على دي منتدى قدام منتخب هو الأفضل على مستوى العالم حتى أفضل من منتخب الأرجنتين اللي حقز على لقب بطولة العالم لما تيجي تتكلم على كورة وعلى أسماء منتخب فرنسا يعتبر هو المنتخب الأقوى حاليا على مستوى العالم إزاي تقدر ترجع؟ إزاي تقدر تعمل الريمورتادة؟ إزاي تقدر تقدم المستوى ده قدام فرنسا في سامي فاينال اليورو بمجموعة من الهواة؟ لمين يا مال؟ من الهواة؟ هو من أف داماتش؟ هو بلاير أف داماتش حقيقي وجول اللي حطه ولا أروع لكن في النهاية تتكلم على لعب بيبدأ لسه سنة أولى ولا سنة تانية كورة قدم إزاي تقدر يصمت في وجه العتاولة؟ إزاي مع مجموعة زي ألم أولمو ونيكو ويليامز؟ ومجموعة يعني أنا قلت في أول حلقة مبارح قبل الماتش إنه باستثناء رودري مش شايف سوبرستار في المنتخب الأسباني الفلسفة إزاي قدرت تعمل التفرة دي؟ إزاي قدرت رغم إنه فيه جيل عظيم ودع كورة القدم في أسبانيا؟ إزاي قدر المنتخب الأسباني يظل واقف على رجليه؟ ويقدر ينافس الكبار ويقدر يحافظ على شخصيته؟ وده سؤال مهم جداً شخصية الكورة الأسبانية لم تتغير بتغير الأجيال ناس خططت، ناس حضرت، ناس ذكرت، ناس استشرفت المستقبل ناس كان عندها رؤية لسنين جاية لغاية لما وصت اللي هي فيه وعلى فكرة مش كتير مش وقت كتير اللي أسبانيا عملته في العشرين سنة اللي فات التجربة الحقيقة محترمة جداً تستحق إنها تدرس على العكس تماماً وهي دي المقارنة في الكورة الإيطالية ليه حصل التراجع الرهيب ده على مستوى إيطاليا اللي بقت مش أذرة حتى مش تنافس على كاس العالم تتأهل للمشاركة في كاس العالم رغم إنها تملك تاريخ عظيم جداً تملك أندية كبيرة جداً تملك إمكانيات كبيرة جداً ورغم كده الكورة الإيطالية غابت أو خرجت ولم تعمل ترجمة نانسي قنقر